كما بعث سمو ولي العهد برقية شكر لدولة الوزير الأول الأستاذ أحمد أويحيا أعرب سموه فيها عن بالغ الشكر والتقدير لدولة الوزير الأول على ما لقيه الوحيد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال وأضاف سموه أن هذه الزيارة بحثت الموضوعات ذات الاهتمام المشترك كما أكد سمو ولي العهد حرص البلدين على المضي قدما في ترسيق العلاقات الثنائية بينهما في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين والرئيس عبد العزيز بوتفليقة